السلام عليكم والآن بالتأكيد قد تتعجب كيف يتم ذلك تقوم هذه المكونات بإمتاج أيونات مجابة وسالبة تساعد بشكل كبير في التخلص من سموم الجسم نهائيا وسأقدم لكم طريقتين لحل هذا المشكل بالنسبة للوصفة الأولى ستحتاج إلى كوب صغير من خل التفاح كوب كبير من الملح الخشن ماء ساخن ويجب أن تكون كمية الماء كافية لتغطية القدمين ثم نقوم بإضافة الملح ثم خل التفاح بعدها يترك الماء إلى أن يصبح دافئا ويتم نقع القدمين فيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أما بالنسبة للطريقة الثانية سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون كوب كبير من ماء الأكسجين وهو موجود في الصيدلية ويتم خلط المكونات كما هو متبع في الطريقة الأولى بعدها نقوم بنقع القدمين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ونسأل الصحة والعافية للجميع أتمنى أن تكون قصة في التوسم تحت المشاهدة للفيديو ولا تنسى دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس ليصلك كل جديد فيه شكرا لكم على مشاهدة إلى اللقاء